نحات السعادة، دكتور بايس، دولي النهاردة في مسابقة ملك الجمال مصر وانت عودوا لجنة تحكيم فيها المتسابقات أكثر من 20 بنت تم اختيارهم على أحسن مستوى أنا شفتكم التصفيات لغاية دلوقتي باننا شهرين أنا شهرين طيب ومسوط شغالين معاهم كذا براي وكذا حاجة خاصات أغزية بقى إزاي بتختار البنت؟ انت أصلا بتخسس الناس وهم أكيد مخصوش عليها يعني في الوداشن واحدة لسه بنختار البنات أول حاجة ونتقلم كباهي ببص عليها أنا بشوف وزنها وشكلها وطلها في نازج وزنهم لا ماينفعش أصلا فدول كانوا آوت في أربعة وخمسة من العشرين على فكرة تابعوا في خلال الشهرين وفي اللي نزل تسعة كيلو، في اللي نزل سبعة كيلو، في اللي نزل ستة كيلو هجر اللي كذبت كتش كده خالص خالص ده ده حاصل نحن هننزل لها أصلا حاجة كده إن شاء الله من شهر بالزبط كده واحدة ثانية تماما، ثمانية كيلو نزلها بفالكوين نفسها عملت كده الخمسة اللي كذبه شروق برضو نزلة تسعة كيلو هجر نزلة سبعة كيلو ميزي نزلة حوالي سبعة كيلو برضو أو ثمانية كيلو فكل في أربعة خمسة تابعنا معاهم وشتغنا معاهم كويس جدا هل فكرة اللي نحن نقدر في وقت معين نقدر ننزل أجسام معينة بأوزان نتكلم لناها كبيرة عم تكلم في عشر وعشرين وثلاثين كيلو؟ طبعا على حسب الوقت يعني هكلم في ثلاثين كيلو هكلم في ثلاث شهور بلو أنا مستعجل الكلام ده من غير رياضة احنا نظام رزائي فقط نظام أكل من غير حتى ما زبط يوم يعني اليوم وبايزه بينام متأخر وبيسح متأخر كل ده كله مص العامة ولا العامة كله طبعا ما هيكل أكل الضغط في الآخر هيكل الساعة أربعة الفجر فرخة ما شوية يخش نعم هخس في الآخر لو شقلبت له حياته عليه أسبوع الثاني مش موجود أصلا معي لكن لو أقلمت الضايت نفسه على نظام حياته فالموضوع بقى سهل بالنسبة له فيقدر يكمل معي في تعاملك مع الفنانين يعني مثلا تقف خموارات كوكو أنا ماسك الفيلم راكو انت موجود معنا في اللوكيشن مع مننا فضوالي مصبوط هل الدكتور في العادة نوه بروح لعمر بتوعه في عماكن شغله مننا بالنسبة لي أكتر من أخت وبجد حد بحبه جدا ومننا مشو الله عليها تمانية واربعين كيلو بقى لها أربعة سنين مصبوط تمانية واربعين كيلو يعني في ناس أصلا دخلت شتاميتني يوم ما خاصت وصلت تمانية واربعين كيلو لأ انت عملت فيها كده ليه ومش عافق ايه هي مبسوطة جدا أنا مبسوط بيها ان هي حد فعلا مثال لحد قادر يثبت نفسه لأن الناس ده ما بتوقع شايل عام ايه أنا خس بس هرجع زيد تاني لأ هي ماشا والله أربعة سنين تمانية واربعين كيلو فأنا اليوم دعها فكرة هي ما كانش عندها ميزان فأنا خدت لها ميزان كان عندي زيادة وروحت ووزنتها مردت تتعة التارتة برضه مكلتش وهنا تلقيت للصحافة أصلا انزعيتها لم تبتكر هي أمر وجميلة ربنا يكرمها ويزادها على العقل بقى نفس الفيلم بيومي فوقات معنا بيومي فوقات مش عارف ازاي تخصيصه بقى بيحلق دعنه بس بيومي ما ينفعش خص بيومي احنا بنحافظ على صحياته يعني هو بيجي بس بنحافظ على الصحة هو عايز الكاركتر كده وهو مبسوط بنفسه كده بس هل هو حاسد لو خص والشاكته هيتغير ممكن الناس ما تقبلوش مثلا ممكن بس عمدي مثلا مثال تاني محمد علي رزم طبعا حبيبي كميلة 27 كيلو حميلة نقاتي في 90 كيلو ما شاء الله كان كل الناس تقوله لا محمد هتخص مش تشتغل هتخص مش تشتغل كاليجول المصرحيات الاخرينية لو عملها هو بيتعامل ان هو شخص كاركتر غير الشخص الاولاني كان دايما في الاروان الكوميديا الاثنين حلوين فيه وهو جدع وجميل بس تحوله ده حطه في حتة تانية خالص حطه في ليفل تاني خالص ففي ناس لا تتبقى فاكرة ان ده هيحصل مش هشتغل ويمكن لا يبقى سبب لرزق تاني خالص بس هو شخصيه مع شغله شغله متعب جدا انا بحاولها دايما احافظ على صحيته صحيته كويسة بيكون الاكل كويس ممكن يلغبط شوية مش لازم نخس هو مبسوط بنفسه هو مبسوط بالكاركتر كده نحات السعادة ايه البنات اللي تتفرج علينا النهاردة وهم شايفين ملكات الجمال والشوش الحلوة والجسم الكويس ايه النصيحة اللي دي هانا في الجون احنا اخر الصيف داخلين على الشتة يعني الناس خلاص الصيف بيخلص فاحنا بيبتلي في اول الشتة كده ايه النم اللي حصل في الصيف كله نصيحتي لأي حد بلاش تكتهد انت الواحدك وتحاول تخس الواحدك وتجيب دوة من صاحبتك وتجيب ضاية من العنات وتعم مش عايف ايه روح لحد انتواصق فيه سلموا نفسك لان الحد ده هو ده شغله يعني انا عايز اجيب ابني عمارة انا مش عاود ابنيها وادرس الهندس عشان ابنيها انا اجيب موانس اقول له عايز ابني عمارة طيب انت عايز تخس انا تروح للي بيخسس تقول له انا عايز اخس هو يتصرف بس كده اتنورني حبيبي بس دايما من نواري الدنيا كلها الحفلة جميلة دكتورة امال طبعا لازم نشكرها المنظمة العظيمة لان يبقى فيه حاجة في مصر تشرفتنا بالشكل ده بجدنا فخوري مننا حاجة بتدعم السياحة ومجهود وخراف حفلتين في حفلة واحدة كمان لسه هنشوفها لما بيطلعوا يعني مع الخمسة وخمسين دولة تلاقي البنت المصريية واقفة في وسط يوم تشرف شكرا دكتورة امال شكرا ليكم نواري الدنيا كلها